وانا عايز اقول حاجة هنا يمكن الشهادة اللي احنا اخدناها من الجائزة على فكرة التحكيم اللي تم على النادي الاهلي تم تطبيق معايير التميز المؤسسي لحكومة دبي ودي معايير معتمدة من الاتحاد الاوروبي يعني المعايير اللي انت تحكمت عليها هي معايير بتعكس الى اي مدى صلابة وقوة مؤسسة النادي الاهلي بقوة جمعيته العمومية وصناعة القرار فيه بنظام مؤسسي ونظام يتم فيه حوكمة صناعة القرار اللي بتبدأ من اعلى سلطة وهي الجمعية العمومية ثم مجلس الادارة ثم مجهاز تنفيذي ثم عندك بقى في النشاط الرياضي اجهسته ثم عندك في كرة القدم اجهسته ده بيعقس قوة مؤسسة النادي الاهلي ففي الحقيقة انا شايف ان الجمعية العمومية هي يعني النقطة الرئيسية في قوة المستقبل الاقتصادية لانها هي اللي بتضمن سلامة عملية الرقابة سلامة قوة صناعة القرار في مجلس الادارة استدامة صناعة القرارات السليمة اللي بتنعكس على العمليات اللي داخل ارض الملعب واستدامة الفوسبو البطولات ده تحدي ايضا تحدي كبير جدا يمكن النهاردة احنا ما عادش عندنا مشكلة يمكن احنا الحمد لله مسيطرين على البطولات بتاعة القرى الافريقية وما بنقولش كلام فيه عواطف النهاردة عندك عشر بطولات على مستوى القرى الافريقية احنا النهاردة قدامنا فرصة زهبية في التنافسية العالمية التنافسية العالمية بالنسبة لنا ان احنا النهاردة عندنا لقابين يفصلوا بنا وبين الفريق الاقصر تتويجا بالبطولات العالمية يعني انت مش بتنافس النهاردة ولذلك الحمد لله يمكن الجايزة لما احنا اخدناها هي بتقول ان انت افضل مؤسسة رياضية عربية فقدامك المرحلة التانية ان شاء الله ان احنا نستطيع ان احنا نروح لأفضل مؤسسة رياضية عالمية ان شاء الله في حالة توفقنا بالبطولتين دولت هنقدم على الجايزة في البطولتين دولت لو ربنا وفقنا وده يمكن احنا كده اخدنا الجايزة في كل مستوياتها بالمناسبة وده يعكس كفاءة برضو قوة المؤسسة احنا اخدناها في فئة الابداع الرياضي الفردي اللاعب اهب عبد الرحمن وايضا اكرم اخدناها في الابداع الرياضي الفردي واخدناها في الابداع الجماعي فريق النادي الاهلي لو كرة القدم 2013 ثم اخيرا اخدناها في الابداع الرياضي المؤسسي دولت التت فئات بتاع التنافس فانحمد لله فوزنا بيهم على المستوى العربي ان شاء الله بإذن الله لو ربنا يكرمنا إن شاء الله في الفترة اللي جاي ونقدر نحقق بطولات قرية جديدة دي تخلينا نخش في الإبداع الرياضي العالم إن شاء الله ده شي رائع جدا لأنه كان تتويج الحياة لما سيرت عمل مجلس قدم وأبدع في دورته وعرض نفسه على جمعيته العمومية صباح الجمعة إن شاء الله